رقم أربعة أمية بن خلف أمية بن خلف ابن وهب ابن حذاف ابن جمح رجل من طراز أبي جهل وشيطان من شياطين مكة وإمام من أئمة الكفر كان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه فأنزل الله تعالى فيه ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطرع على الأفئدة إنها عليهم مؤصلة في عمد ممددة صولة الهمزة وبلغ الكفر بهذا الأشقى وغيره مبلغا عظيما فرام قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنه عندما رأاه يمشي في أحد قرق مكة قام إليه وجذبه من ثوبه وخنقه خنقا شديدا فقام إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودفعه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وكان هو الذي يعذب بلالا رضي الله عنه على ترك الإسلام فيخرجه إلى رمضاء مكة حتى إذا حميت فيضجعه على ظهره ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول لا تزال هكذا أو تفارق دين محمد فيقول بلال أنشودته المحببة أحد أحد ثم يعيد أمية قولة الظلم والبهتان والكفر لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات أو العزة فيقول وهو في ذلك البلاء أحد أحد والرمضاء هي الرمال شديدة الحرارة من الشمس ومر أبو بكر للصديق رضي الله عنه يوما ببلال وهم يصنعون ذلك به وكانت دار أبي بكر في بني جمح فقال الأمية بن خلف ألا تتق الله في هذا المسكين حتى متى قال أنت الذي أفسدته فأنقهه مما ترى فقال أبو بكر أفعل عندي غلام أسود أجلد منه أقوى على دينك أعطيكوه به قال قد قبلت فقال هو لك فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه ذلك وأخذه فأعتقه ولم يأل أمية بن خلف جهدا في تحريف الدعوة الإسلامية وإخراجها من منهجها عقيدة وشريعة فقد لقي هو والوليد بن المغير والعاص بن وائل والأسود ابن عبد المقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد هل أم فلتعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد ولنشترك نحن وأنت في أمرنا كله فأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدهم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولدين صورة الكافرون ولما انطلق المشركون لقتال المسلمين في بدر قعد أمي عن الخروج وكأنه أحس أنه سيقتل في هذه المعركة فأتاه عقبة ابن أبي معيط وهو جالس في المسجد بين ظهراني قومه بمجمرة يحملها فيها نار ومجمر حتى وضعها بين يديه ثم قال يا أبا علي استجمر فإنما أنت من النساء قال قبحك الله وقبح ما جئت به فتجهز وخرج فقتل على يد مؤذر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا رضي الله عنه يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان أمي بن خلف لي صديقا بمكة وكان اسمي عبد عمر فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن ونحن بمكة فكان يلقاني إذا نحن بمكة فيقول فإني لا أعرف الرحمن فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به أما أنت فلا تجيبني باسمك الأول وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف قال فكان إذا دعاني يا عبد عمر لم أجبه قال فقلت له يا أبا علي اجعل ما شئت قال فأنت عبد الإله قال فقلت نعم قال فكنت إذا مررت به قال يا عبد الإله فأجيبه فأتحدث معه حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي ابن أمية آخذ بيديه ومعي أدراع قد استلبتها فأنا أحملها فلما رآني قال لي يا عبد عمر فلم أجيبه فقال يا عبد الإله فقلت نعم قال هل لك في فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك قال قلت نعم هالله قال فطرحت الأدراع من يدي وأخذت بيده ويد ابنه وهو يقول ما رأيتك اليوم قد أما لكم حاجة في اللبن قال ثم خرجت أمشي ومعنى أي من أسرني افتديت منه بإبل كثيرة قال عبد الرحمن قال لي أمي وأنا بينه وبين ابنه آخذ بأيديهما يا عبد الإله من الرجل منكم المعلم بريشة نعمة في صدره قال قلت ذاك حمزة ابن عبد المطالب قال ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل قال عبد الرحمن فوالله إني لأقودهما إذا رآه بلال معي فقال رأس الكفر أمي بن خلف لا نجوت إن نجا قال قلت أي بلال أبأسيري قال لا نجوت إن نجا ثم صرخ بأعلى صوته يا أنصار الله رأس الكفر أمي بن خلف لا نجوت إن نجا قال فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة وأنا أذب عنه قال فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع وصاح أمي صيحة ما سمعت مثلها قد قال فقلت إن جب نفسك ولا نجاء بك فوالله ما أغني عنك شيئا قال فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما فكان عبد الرحمن يقول يرحم الله بلالا ذهبت أضراعي وفجعني بأسيري ومعنى جعلونا في مثل المسكة أي جعلونا في حلقة كالسوار أحدقوا بنا ومعنى فأخلف رجل السيف يعني سله وأخرجه من غمده ومعنى فهبروهما بأسيافهم أي قطعوها لعنة الله على الكافرين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شكرا